موسيقى مشاهدي قناة الرافدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج مقاصد حيث نبحث في هذه الحلقة ظاهرة العنصرية التي تسربت إلى المجتمعات الإسلامية بعدما تفشت في دول العالم تهتم هذه الحلقة بتوضيح مفهوم العنصرية وكيفية نشوئها وكذلك في موقف الإسلام منها وطرق معالجته إياها سواء عبر التشريعات والنصوص أو في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته موضوع هذه الحلقة نضعه على طويلة الحوار مع ضيفنا الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إريتريا أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا ومرحبا وأهلا من المشاهدين الكرام العنصرية صارت حديثا ناسي في جهات الأرض الأربع وصارت ظاهرة متفشية في كل دول العالم حتى المجتمعات الإسلامية لم تسلم منها قبل الحديث أن نغوص عميقا في هذه القضية نريد أن نعرف معنى العنصرية مفهومها ماذا تعني العنصرية تحديدا وهل كل كراهية للآخر بالضرورة هي عنصرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يجعلنا ممن يعرفون قدرهم وقدر كل إنسان على وجه هذه الأرض باعتباره مخلوق لله سبحانه وتعالى والعنصرية في حقيقتها لا تنبع إلا من الكبر الإنسان إذا جهل قدر نفسه وجهل قدر ربه فإنه بطبيعة الحال تنشأ هذه الحالة وهي لو أردنا أن نعرفها بشكل محدد يمكن أن نقول بأنها عبارة عن تصورات وأفكار وممارسات وثقافات تنشأ بشكل أو آخر لتشكل في نهاية المطاف في نفسية الذي يتعاطى هذه الحالة أنه أفضل من غيره وأنه يجب بهذه الأفضلية أن تتاح له من الفرص ومن الإمكانات ومن الحقوق ما لا تتاح للآخرين وبالتالي هذا الفهم المقلوط هو في حقيقته لا يقوم لا على الحق ولا على العلم يعني هو في حقيقته قائم على الباطل من جهة وقائم على الجهل من جهة أخرى فينسب الإنسان لنفسه مقاما ربما لا يقره له شرع ولا تقره له نظم حتى قانونية يعني في نهاية المطاف ويزعم واقعا ويزعم فهما معينا يعطي لنفسه التميز على الآخرين والتفوق على الآخرين أيا كانت هذه الحالة سواء كانت منبع هذه المسألة حالة عقائدية ثقافية أو كانت حالة إرقية بحيث الإنسان ينظر إلى نفسه أنقى من عرق قيره أو كانت حالة قبلية بحيث ينظر إلى قبيلته أفضل من قبيلة قيره أو كانت حالة شعوبية بحيث يزعم شعب معين أنه أفضل من شعب آخر وهكذا فالحالة على كل حالة العنصرية قبل أن تكون حالة ممارسة أو السلوك على الأقل يعني يترجم إلى الأرض هي تصورات وأفكار وكما يقول العلام من القيم عليه رحمة الله مبدأ كل علم النظري وعمل اختيار الخواطر والأفكار وستجد أن أزمات الناس بشكل عام هي في تصوراتهم في أفكارهم في مفاهيمهم للإنسان والكون والحياة وفي تصورهم كذلك لطبيعة هذا الكون ومآلاته في نهاية المطاف فالعنصرية باختصار شديد هي حالة تصنف في نهاية المطاف بأنها حالة مرضية نفسية تتشكل في مجموعة على كل مواقف مجموعة من السلوك البشر استوقفني قبل قليل ربطك إياها بالجهل كيف ذاك يعني كيف ترتبط العنصرية بالجهل ما وجه الربط هنا حقيقة هذه المسألة لو وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم قال الله تبارك إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين انظر كأنما يقول بأن الذين لا يفهمون معنى التنوع اللساني والتنوع في الخلق أي أن كان هذا الخلق هذا التنوع الهائل في العنصر البشري على مستوى الألسن وعلى مستوى الألوان بالنسبة لمن يعلم فهو آية من آيات الله أن تحول هذه الآية من آيات الله إلى نقيض مقصودها فبدل أن تحولها إلى آية دالة على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته لأنه ربطها مع خلق الكون إن في ذلك لآيات للعالمين ربطها بخلق السماوات والأرض ربط معها اختلاف الألسن واختلاف الألوان فكأنما يقول لنا إن خلق الكون الطبيعي من سماوات وأرض وخلق الإنسان هذا الإنسان بتنوعه اللسان وتنوعه في اللون دال على الله سبحانه وتعالى فالذي يعرف نفسه بهذا المعنى يعرف نفسه يعرف بطبيعة الحال الله جل جلاله وعظمته وهذا الخلق خلقه والأمر كذلك أمره وبالتالي يورثه ذلك التواضع يورثه التواضع وبالتالي لا يمكن أن تنشأ ظاهرة العنصرية إلا من جاهه يعني لا يمكن إنسان يعلم العلم الذي نتكلم عنه هنا العلم الإيماني وليس العلم التجريد الطبيعي العلم بالله والعلم بآياته والعلم في النفس والعلم في الآفاق هو الذي يدل هذا الإنسان على أن يعرف قدره وأنه ليس أفضل من الآخرين لكن لو أذنت لي دكتور يعني في هذا الكلام ربما يكون هناك فصل بين هذه الظاهرة وبين من شائها الأخلاقي بمعنى أن من شائها ليس أخلاقيا وهذا يتعارض مع ما تشهده بعض الوقائع في الحياة ما تفضلت به طبعا بأن أساسها الجهل ترى بعض العلماء ممن يعني غلبته النجومية ربما بعض الدعاة غلبته النجومية فتسرب إليه من حيث يشعر أو لا يشعر نوع من الغرور نوع من التعالي بينما ترى أناسا كثيرين لم يتوحظا من العلم لكنهم مع ذلك متواضعون يخفضون جناحهم للمسلمين فألا يتعارض هذا مع ما تفضلت به جنابك هنا العلم الذي أقصده العلم الإيماني العلم بالله والعلم بأوامره أي معرفة الله معرفة أمره سبحانه وتعالى فكثير من الناس قد يكون عالم بظاهر الحياة الدنيا قد تجده عالما في الكيمياء عالم في الفيزياء عالم في الطب عالم في العلم الاجتماع إلى غير ذلك ولكنه في حقيقة الأمر يقف عند ظواهر العلوم لا يقف إلى ما وراء هذه الأشياء ليتساءل ماذا بعد وماذا وراء هذا الأمر فالذي أقصده هو أن من عرف الله سبحانه وتعالى بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه وأنه المتفرد بالجمال والجلال والعظمة وعرف المخلوق بضعفه وانكساره وهوانه وأنه في النهاية افتقاره إلى الله عرف هذه المعاني الإيمانية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتطاول على خلق الله سبحانه وتعالى لماذا لأنه سينظر مهما كانت الاختلافات هي في نهاية المطاف لا تجعله يتطاول على عباد الله سبحانه وتعالى فإذا أوتي علما سيدرك أن الله أعلم منه وسيدرك أن هناك من هو أعلم منه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وسيعلم بأن هناك من يعلمون أكثر منه فالعلم الذي هنا حقيقة يورث هذا النوع يعني أن يصدر العلم من شخصية أو تصدر العنصرية من شخصية توصف بالعلم هنا في حقيقة الأمر تناقض كبير جدا لأن هذا العلم الذي لم يدل على الله سبحانه وتعالى ونحن نتكلم حقيقة عن علم الذي يجب أن يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى دكتور يعني أنت قلت في البداية هي الشعور بالتفوق طيب أليس الشعور بالتفوق هو حالة طبيعية في الإنسان بمعنى أن بعض الناس لديهم إمكانات لديهم ضاقات أو ربما بعض الشعوب تفوقت حضاريا على شعوب أخرى فالإحساس بشعور التفوق هذا أليس شعورا واقعيا موضوعيا منطقيا في ظل التفاوت الحضاري بين هذا الشعب والآخر فكيف يكون عنصريا هنا وهو يعني يحقق الواقع هو ليست المشكلة في الشعور التلقائي من أن الإنسان يشعر على الأقل بأنه مثلا أوتي علما أو أوتي فضلا أو أوتي مالا أو أوتي أي شك من أشك من فضل الله سبحانه وتعالى ولكن الخطور في أنه يبني على هذا الأمر استحقاقات قير شرعية مثلا أن يكون الإنسان أوتي رزقه الله سبحانه وتعالى أنه مثلا ولد في بيئة تنسب للصلاح مثلا هذه الميلاد في البيئة التي تنسب للصلاح لا يعطيك حقا أولا بأنك أنت من الصالحين لأن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فأنت بكسبك وابن كسبك وليس بالوراثة وبالتالي هذه الحالة حالة طبيعية فطرية أن يكون الإنسان على الأقل شعوره بالتفوق فيما آتاه الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نتكلم عن أن هذا الشعور يجب أن لا يؤدي بك إلى أن تتجاوز الحد أو تتجاوز أو تطالب بحقوق ليست لك وهذه إن شاء الله ربما سنأتي إليها في أن الإنسان قد يكون مثلا من ضمن ما يحب قومه يحب وطنه مثلا هذه فعلا إشكاء ستجد أنه ربما نقف إن شاء الله هذا حقيقة ما كنت سأسألك عنه الآن كيف يميز الإنسان بين أن يكون منتميا لبلاده منتميا لأرضه منتميا لقومه بحيث لا يكون عنصريا عنصريا بمعنى بحيث لا يكون عنصريا لا يتعالى على القادم من خارج الحدود أو لا يرفضه وينبذه ويلفظه ويطرده هو حقيقة مسألة الانتماءات أو الإسلام يتعامل مع ظواهر الانتماء بمفهوم يمكن أن نسميه في القرآن الكريم بمفهوم الجعل هناك مفهوم الخلق ومفهوم الجعل فالله خلقنا من تراب ثم بعد ذلك من ذكر وأنثى ثم بعد ذلك جعلنا شعوبا وقبائل يعني لم يخلقنا شعوبا وقبائل لكنه جعلنا شعوبا وقبائل فصيرورة الجعل هذه لا تنافي أصل الخلق هذا ما ينبقى أن يلتفت إليه الناس يعني أنت كونك تركيا أو سوريا أو سعوديا أو أي شكل هذه المسميات في النهاية بحكم الجعل صرت هكذا وليس لك فيها كسب لا أحد منا اختار أن يكون من أفريقيا أو من آسيا أو من أوروبا لا أحد منا وبالتالي هذا خلق الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتوزيعه للخلق هكذا تواجدنا في أرض معينة وانطلقنا من مواقع معينة وولدنا بألوان معينة ليس لنا فيها كسب وبالتالي هذا الميل الفطري أن يكون الإنسان ميانا لابن وطنه ميانا لابن قبيلته ميانا لابن شعبه فطري وليس فيه إشكال ولعل هذا هو الذي جعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتساءلون عن قضية العصبية لأن العصبية توازي عندنا ربما في جانب الشرعي تلاحظ أنها يطلق عليها العصبية لا يطلق عليها الأنصرية فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد أصحابه قال يدخل في العصبية تحب القوم يعني أن أحب قومي هو من العصبية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبية أن تعين قومك على الظلم هنا الرابع المريم فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أمرين بين أمر فطري أنك تحب ابناك وتحب أهلاك وتحب قومك هذا طبيعي ليس هناك وإسلام لا يتعارض مع القضايا الفطرية لماذا؟ لأن الفطرة من الله سبحانه وتعالى وغرسها في النفس البشرية وهو في خلقنا ووجود في القلب وأمر الله سبحانه وتعالى وتشريعه لا يمكن أن يتعارض مع الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وبالتالي الممنوع فيها هو أن تتجاوز بهذه الفطرة إلى ما هو محظور إلى ما هو ممنوع بحيث مثلا في الولايات تميل إليهم في الحقوق تجنح إليهم في العطاءات تجنح إليهم وتميل إليهم إذا كانت هناك مثلا قضايا ينبقى أن يتساوى فيها الناس أنت لا تعمل منطقة المساوى ومنطقة العدل بالعكس أنت دائما ترجح الكفة التي فيها بني قومك هنا يأتي قضية العصبية ويمكن أن يسمى الإنسان في هذه اللحظة أنه شخص عصبي وأما أن يكون يحب قومه فهذا أمر طبيعي هنا قضية أريد أن أعقب عليها دكتور لأسألك يعني أنت كما لو أني لمحت في كلامك أو حتى تقررها القواعد الاجتماعية يؤخذ فيما لا يملك من مشاعر وعواطف قد يحب الرجل ابنا أكثر من الآخر لكن يؤخذ بما يترتب على هذا الحب من سلوكيات وأفعال طيب إذا ما كره إنسان من بلد ما إنسان آخر من بلد آخر هذه مشاعر هل يؤخذ عليها هذه المشاعر بأنه هذه الكراهة وهذه مشاعر الكره والبغض أم يؤخذ على تبعات هذه المشاعر من أعمال وسلوك أيضا هو دعنا نتعامل بمستويين أنا معك فقط حتى نحر المفهوم تماما على مستوى الكمال الإنساني والإيماني الكراهية غير المبررة نفسها إشكال على مستوى الكمال لأن الإسلام دائما يسعبنا إلى أن نسمو إلى أن يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى كلما كنت قريب إلى الله سبحانه وتعالى كلما صفت نفسك وهذه الحالة هذا الصفاء الداخلي هو الذي جعل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل من أهل الجنة في أنه لا يبيت وفي قلبه لأي شخص أو لأي مسلم مثلا ضغين من الضغاء ولكن هل يؤاخذ بهذا الأمر الباطني الذي لم يتحول إلى سلوك عملي هنا هذا يمكن أن نسميه الهم ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة ولم يعملها فكأنما شخص والله يكره لوم معين يكره شخص معين يكره شعب معين ولكن لم يترجم هذا الأمر إلى سلوك عملي إذا ترجم إلى سلوك عملي هنا تتم المؤاخذة هنا تتم المؤاخذة ولكنه أيضا ينافي كمال الإيمان ينافي بالنسبة لكمال الإيماني الكمال الذي يتعلق بالإحسان الكمال الذي يتعلق بحب الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى الحب الخير لهم هذا قد يتعارب مع ذلك لكن قضية المؤاخذة الفعلية لا تتم إلا إذا ترجم هذا الفعل إلى سلوك فمثلا كراهيته للون معين أو كراهيته لشعب معين أو كذا تترجم عنده بالسلوك العملي في المواقف في الممارسات في التقديم في التأخير بغير ذلك هنا تتيم عملية المؤاخزة الشرعية العنصرية هي فقط ظاهرة مجتمعية أم لها دلالة سياسية؟ على كوية متداخلة نلاحظ أن قضايا الاجتماع لها تأثير على السياسة وقضايا السياسة أيضا لها تأثير على الاجتماع وخاصة السلطة السياسية أحيانا كثيرة ويمكن الحديث عن فرعون عليه العين الله المتتالية ربط ما بين الظاهرة السياسية والظاهرة الاجتماعية فأراد مثلا إبقاء على السلطة الظالمة المستبدة الفرعونية جعل القوم والشعب يتوزعون إلى فئات يستضعف طائفة منهم في سبيل أن يسود يعني سياسة فرق تسود فأحيانا تتدخل السلطة السياسية لإيجاد وصناعة الظاهرة العنصرية وأحيانا يكون السلوك العنصري هو في نهاية المطاف متجذر في قاع المجتمعات وينعكس في موارسات السلطة السياسية حتى يعني نجلي المفهوم أكثر فأكثر بالرغم ما تفضلتم به وأجدتم بارك الله بكم دكتور لو ضربنا مثلا من التاريخ هل يمكن وضع ما كان يحصل بين قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة المنورة التي كانت تسمى قبل الإسلام يثربة هل يمكن وضع هذا التنافس والتنازع والدماء والكرهية بينهما تحت عنوان العصبية لون من ألوان العصبية أو العنصرية هو لون من ألوان العصبية على وجهة التحدي العصبية للقبيلة هل ما تفارق بين العصبية والعنصرية هي تكاد تكون متقاربة ولكن أنا أميل إلى لفظة العنصرية باعتبارها لفظة العصبية باعتبارها لفظة على الأقل وردت في النص الشرعي فهنا قد تكون العصبية ذات بعد شخصي وقد تكون ذات بعد قبلي وقد تكون ذات بعد فكري فأنا مثلا ليست قضيتي مع عنصر بعينه للونه مثلا لا ما عندي مشكلة في هذا التجي لكن مثلا لمشكلة معه في جانب فكري فهنا على كل العصبية تشمل لنا كل هذه المسميات العصبية الفكرية العصبية النسبية العصبية البلدانية العصبية إلى غير ذلك من ألوان العصبيات كلها تدخل تحت مسمى العصبية فمن هذا الباب يحس بأن مفهوم العصبية يمكن أوسع بكثير من مفهوم العنصرية الذي غالبا ما يميل إلى جانب البيولوجيا أحيانا أكثر من الجوانب الإثنية وهنا طبعا فارق ما بين الجانب الإثني والجانب العرقي فيما يتعلق به العصبيات وربما نحن مهتمون في هذه الحلقة بتوضيح جانب العنصرية لأننا نعارج ظاهرة منتشرة متفشية الآن في هذه المجتمعات إذن يعني بشكل أو بآخر كانت العنصرية حاضرة بين قبيلتي الأوس قبيلتي الأوس والخزراء حاضرة على مستوى التعصب القبلي على مستوى التعصب القبلي وبل كانت حاضرة حتى على مستوى قريش على مستوى قريش نفسها بيوتا بطون قريش إذا اعتبرنا المستويات الستة التي يقسمها علماء الاجتماع فيما يتعلق بالشعب والقبيلة إلى أن نصل مسألة البطون والأفخاذ والعشائر فستلاحظ بأن كانت هناك مشكلة وهذه المشكلة ربما دفع المسلمون على مستوى التاريخ الإسلامي كلهما بين الصراع أموي عباس ستلاحظ بأن هذه العصبية نفسها في الحالة القراشية كانت موجودة فالمسألة يجب أن لا ننظر إليها بأنها تكون دائما بين الأباعد ما بين مثلا الآسيوين والأوروبيين أو الأفارق والعرب لا أحيانا تكون داخل المكون المتقارب إذا كان على الأقل خلت الساحة من الصراع مع الأباعد هنا تجد دائما المكون الواحد يكون أكثر التحاما وأكثر تماسكا عند شعوره بأن هناك خطر يتهدده ويكون أكثر صراعا واحتداما إذا خلت له على الأقل الساحة من مكون بعيد إذن ظاهرة العنصرية قضية قديمة ربما لا تاريخ محدد لها قضية العنصرية تكاد تبدأ من أنا في تقييم لها تكاد تبدأ من اللحظة التي قتل فيها هابيل قابيل هو بعض المفسرين حتى يميلوا إلى أن هذه كانت حالة من العنصرية ما بين المزارعين والرعاة مثلا إذا اعتبرنا بأن هابيل وقابيل كانوا عبارة عن مكونين على مستوى في إطار الطبقي لأن أحدهم كان يعمل في الفلاحة والآخر كان يعمل في الرأي وشعور أحد المكونين على كلهم بأنه أفضل من الآخر ربما كانت هذه واحدة من الدوافع التي جعلت لماذا يتقبل الله من هذا ولا يتقبل مني لم تكن القضية بأنه هذا التقبل لا هو كان ينظر إليها بأنه كما إبليس نظر إلى آدم عليه السلام بأنه والله هو أفضل لماذا فضل عليه لماذا الملائكة يسجدون لآدم ولاه ويؤمر إبليس بالسجود كذلك لآدم فهذه المسألة جعلت إبليس يرفض على الأقل السجود لآدم عليه السلام نمط من أنماط العنصرية فالعنصرية من اللحظة التي خلق فيها آدم شعور إبليس بعنصريته أنه أفضل من آدم وتصور خاطئ وجاهل بأنه والله تصور بأن خلق النار أفضل من يعني هو قارم ما بين عنصر التراب وعنصر النار وتصور بأن عنصر النار أفضل من عنصر التراب هذه النظرة الشيطانية منذ اللحظة التي خلق فيها آدم وانطلقت البشرية بدأت عملية المفهوم الشيطاني اللي هو العصبية الجاهلية ومفهوم الحق المناوي لها أو المقابل لها على مرة التاريخ ثم جئنا بعد ذلك إلى نوح عليه السلام لاحظنا كيف أن العنصرية بدأت أيضا تدب داخل حركة الدعوة داخل الرسول الذي يدعو الناس والمدعوين مثلا يقولون له والله إن نحن لا يمكن أن نجلس مع هؤلاء الأراضي بادي الرأي اللي هو البسطاء لا بد إذا أردت أن نجلس معك ونستجيب لك لا بد أن تفرد لنا مساحة واطرد هؤلاء فكان الصراع حقيقة منذ بداية الخلق هذا المفهوم موجود وحاضر يتجلى كل مرة بأحد أنماط السلوك البشرية الحقيقة دكتور العنصرية كانت ظاهرة موجودة عند العرب قبل الإسلام لكنها كانت متفشية في كل الحضارات التي نشأت على تخوم الدول العربية مع عجز كامل لكل الفلسفات الإصلاحية التي ظهرت قبل الإسلام لإصلاح هذه المشكلة من ضمن مشاكل كثيرة مع ذلك أخفقت أريد أن أبحث معك بعد الفاصل قضية كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة وما موقفه منها والميزان الذي وضعها فيه ولكن بعد الفاصل أوذين تلانا نواصل هذا الحديث بعد العودة من الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحوار مع ضيفنا الدكتور حسن سلمان بشأن العنصرية وموقف الإسلامي منها دكتور حسن قبل الفاصل كنت تتحدث عن شكل من أشكال العنصرية كان موجودا عند العرب وممثلا في قضية الأوس والخزرج الصراع التاريخي القديم بين هاتين القبيلتين هنا ربما يكون مناسبا جدا الحديث عن موقف الإسلام لأن الإسلام جاء إلى المدينة المنورة وكانت هذه حتى كانت هناك العنصرية موجودة حتى من اليهود تجاه الوثنيين فنريد أن نعرف أول شيء قبل أن كيف يعالجها الإسلام يعني موقف الإسلام بالجملة من هذه القضية ما هو موقفه في أي ميزان يضعها الإسلام لو اعتبرناه رسالة عالمية منذ البداية منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى أول رسول نوح عليه السلام إلى آخرهم النبي عليه الصلاة والسلام موقفه واضح من قضية التعالي الخلق على بعضهم البعض أنها سلوك قير أخلاقي ومرفوض ويناقض تكريم الله سبحانه وتعالى لابن آدم ويتعارض مع زواهر مع مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في أن الجميع بالنسبة لعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة عبودية لله عز وجل وعلاقة على الأقل المخلوقية أننا نحن مخلوقين لله سبحانه وتعالى وبالتالي الإسلام موقفه من هذه الظاهرة منذ البداية عبر التاريخ منذ البداية أنه موقف أخلاقي كما ذكرت لا يبرر ولا يقرر مسألة هذا النوع من العصبية الجاهلية التي على الأقل يتصف بها الناس فإذا جئنا مثلا إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا إلى الخارطة الاجتماعية ستجد أن الظاهرة العصبوية هذه أو العنصرية أخذت مناحة عديدة جدا فستجد عنصرية الرجال على النساء كانت طاغية عنصرية القبائل على بعضها كانت طاغية عنصرية الأسادة مع العبيد أيضا كانت طاغية الشعور بالتفوق العرقي عند بعض المكونات أيضا كانت طاغية أهل المدن على أهل البوادي ربما أيضا كانت طاغية فعلى كل عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد كل هذه الأماط من الطبقية من التفاوت من العنصرية من الدعاوة الباطلة التي ربما تزعمها كل قبيلة على أخرى من السلوك المترتب على هذه الظاهرة يعني هذه الظاهرة تترتب عليها كل أشكال الظلم يعني بمجرد أن يدخل الإنسان في هذه الساحة هي ساحة العنصرية فستجد أنك دخلت في ساحة واسعة من المظالم مظالم على مستوى الرجال والنساء كما ذكرت فمثلا عندما يكون هناك عنصرية ذكورية اتجاه المرأة مثلا ويتخذ هناك شعور بهذا النوع من العصبية فستجد المظالم هائلة جدا تقع على المرأة وتستضعف المرأة استضعفها هائلة جدا وتقع عليها من المظالم الله بيعليم كذلك عندما يكون هناك ظواهر الفقر والغنى في المجتمعات ويبنى على ذلك أيضا نوع من أنواع العصبية ما بين هؤلاء وهؤلاء أيضا سنلاحظ كوارث ما تترتب على هذه المسألة فعلى كل إن جاء الإسلام أولا في بيئة هذه وهذا واقعها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج هذه الأمة من كل كبوتها وعنصريتها وعصبيتها ليسحبهم إلى ساحة مغايرة تماما وهي ساحة التوحيد والتوحد ساحة التوحيد لله سبحانه وتعالى وساحة الاعتصام بحبل الله عز وجل وساحة المساواة الإنسانية وأننا كلنا لآدم وآدم من تراب وأننا جميعا صائرون إلى الله سبحانه وتعالى فأكدت عندما جاء الإسلام أنا في تقديري على مستوى التصورات لأن كل قضية إذا لم تعالج على مستوى التصورات على مستوى الممارسات ما أسهل أن يكون هناك توهان فعلى مستوى التصورات الشريعة الإسلامية ذهبت بالبشرية كلها إلى أن الله هو الخالق المعبود التصور الأساسي الذي يجب أن تدور فيه وبالتالي البشر كله أو الخلق كلهم إذا هذه الحالة خالق ومخلوق هذا تصور مهم جدا في مسألة العنصرية وتعالي الخلق بعضهم على بعض فنحن جميعا نندري تحت أننا عبيد لله سبحانه وتعالى حقيقة أنت الآن تريد أن تتحدث عن طرق معلشة الإسلام لهذه القضية يعني فهمت من كلامك دكتور حسن أن العنصرية في ذاتها ربما لا تكون مشكلة وإنما المشكلة فيما يترتب عليها من تبعات عملية على الأرض ومفاسد قد تنشئ حقيقة في صدر الإسلام ثم ترواسب كانت حاضرة في المجتمع المسلم عندما مثلا أبو ذر الغفاري عندما ناد بلال الحبشي في يابن السوداء وقيل ورؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرى أشد غضبا من تلك الحادثة وقال دعوها فإنها منتنة وربطها بالجاهلية قال إنك مرؤ فيك جاهلية جملة هذه المعاني والتصورات وهذا الموقف النبوي يعني كيف يمكن تفسيره ثم بعد ذلك ماذا فعل النبي وماذا فعل الإسلام بالجملة عبر التشريعات وتقريرات النبي وأفعاله حتى يعالج هذه الظاهرة التي كانت حقيقة مستوطنة في أعماق النفس الإنسانية وهو يمكن ما قصدت يعني جزاك الله خير هو ما قصدت أن الإسلام عالجها على مستوى التصورات العقلية والإيمانية ثم عالجها على مستوى التفصيلات في التشريع ثم عالجها على مستوى السلوك الإنساني في واقع الحياة المستوى الأول ذكرت بأن مسألة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ثم التأكيد على وحدة المنشأ الإنساني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فجعل الله سبحانه وتعالى أصل الخلق بيّن للناس أنكم جميعا مهما تنوعت أشكالكم وألوانكم ومناطقكم وبلدانكم وأفكاركم إلا أنكم فيه بداية النشأ فأنتم من آدم وحواء هذه المسألة فلسفية مهمة جدا بمعنى مهما تطاول الزمن فالجينات واحدة فلما تتطاول على أخيك أنت لآدم وهو لآدم أنت من أم حواء وهو من هذه الأم فهل بعد السلالة فقط هو الذي يجعلك أنت أكثر نقاءا وهو ليس نقيا مع أننا جميعا لم تدخل على الجينات الإنسانية أي جينات أخرى يعني بخلاف التصور الإسلامي لا يقول بأن الإنسان مثلا تدخل عليه جينات قير إنسانية أو قير بشرية فتقير في مسار شعب من الشعوب أو مكوم من المكونات فالله سبحانه وتعالى على الأقل في شريعته حدد قضية وحدة العلاقة مع الله أننا جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى وحدة المنشأ أننا جميعا من آدم عليه السلام وحدة كذلك الرسالة فالرسالة تخاطبنا جميعا لا تخاطب مثلا شعب دون شعب أو مكون دون مكون وخاصة هنا أنا أتكلم عن الرسالة الإسلامية الخاتمة والخاتمة فهي رسالة عالمية ابتدأت في أول نداء لها في سورة البقرة أول نداء تمر عليه في سورة البقرة يا أيها الناس أعوذوا ربكم فبدأت بيا أيها الناس وختمت بي قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وابتدأت بقول الله تبارك وتعالى كذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا البعد الإنساني مهم جدا في مسألة التصورات نحو اتخاذ موقف على الأقل إيماني وأخلاقي من قضية العنصرية إذن على مستوى العلاقة مع الله على مستوى وحدة المنشأ على مستوى الرسالة الموجهة إلى العالمين جميعا فليس هناك ما يجعل شخص أفضل من شخص في هذه الرسالة لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للبشرية جميعا ثم أيضا مسألة مهمة جدا وهو أن هذه الرسالة المآلة الذي سننتهي إليه جميعا حددته بأن مصيرنا جميعا إلى شيء واحد وهو لقاء الله سبحانه وتعالى إذن المنشأ العلاقة مع الله العلاقة مع الرسالة والرسول المصير الذي سننتهي إليه جميعا هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذه المسألة صراحة مهمة جدا إذا لم نتصورها بشكل صحيح ولعل هنا أؤكد ما قاله أو استشد بما قاله علي عزة بيكوفيتش عندما يقول بأن مسألة المساواة الإنسانية هي مفهوم ديني وأخلاقي لا يمكن ماديا أن تبرر هذا المفهوم يعني لا يمكن أن تعالج ظاهرة العنصرية في إطار مادي في الإطار المادي أنا قد أجد نفسي أكثر مالا أكثر جاها أكثر علما أكثر لكن يقول الذي يجعلك تشعر بالمساواة مع الآخر هو البعد الأخلاقي فالبعد الأخلاقي والبعد الإيماني هو الذي يجعلك تشعر بأن مسألة العنصرية جريمة في حق الإنسانية أما إذا دخلت إلى المتاهات المادية فلا يمكن يقول أن تبرر أو أن نتخلص من ظواهر العنصرية لكن هذا الكلام ربما يتعارض مع ما تأتي به الشريعة في موضع آخر من أنه على المؤمن ينبغي على المؤمن أن يبغض الكافر لكفره طب هذا البغض حتى لو لم تخرج عنه مخرجات يعني لم يترتب على هذا البغض قتل أو ضرب أو إذاء لكافرين ليس محاربا حتى لو لم يترتب على ذلك هل شعور البغض بحد ذاته ألا يتعارض مع كمال الإيمان كما تفضلت بذكره في بداية الحلقة هنا طبعا على المستوى الإيماني على المستوى الإيماني لا يتعارض هذا النوع من البغض وهذا النوع من الكراهية فيما يتعلق لماذا؟ لأنه يبنى ويؤسس على عوام الموضوعية وليس عوام ذاتية يعني لا أكره الكافر لأنه أبيض ولا أكرهه لأنه أسود ولا أكرهه لأنه طويل أو قصير لا أكرهه لقضايا كسبية لا أكرهه لهذا الاتجاه ولكن أكرهه لمناقضته للحق أكرهه لخروجه على شريعة الله أكرهه لتمرده على سيده وهو الله جل جلاله أكره لعمله السيء ولذلك لوط عليه السلام لما قال وإني لعملكم من القالين أي مبقض لأعمالكم ومبقض لتصوراتكم ومبقض لتصرفها لكن اللحظة التي تتحول من السلوك الخاطئ إلى السلوك الصحيح فستجدني أقرب الناس إليه فهنا نلاحظ بأن الشريعة تؤسس إلى قضايا موضوعية الشريعة تؤسس إلى قضايا موضوعية الحب يكون موضوعيا والكره كذلك يكون أيضا موضوعيا لأننا لا يمكن أن نؤسس أيضا لمجتمع كله حب لا يقوم فيه مثلا ساحة لكرهية الباطل لماذا؟ لأن الباطل وسلوكه وتصرفاته وتشريعاته وأخلاقه لا يمكن بأي حال من الأحلى تقبلها وإذا تقبلتها فهنا صرت قير أخلاقي يعني تقبل القضايا قير الأخلاقية القضايا السيئة القضايا الباطلة إذا تقبلتها فلم تكن هنا تعاملت بتعامل أخلاقي فهذه المسألة مهمة جدا أيضا تفريق فيها وبالتالي نحن لا نكره الكاثر لذاته بمعنى أنه للونه أو شكله أو قوميته أو شعبه ولكن نكره فيه مثلا باطله ونكره فيه ضلاله ونكره فيه ابتعاده عن الله سبحانه وتعالى ولكن اللحظة التي ينتقل فيها مما هو فيه سيجد أنه محتوى وبالتالي هذه الحالة لا تدخل ضمن الإطار الذي يسمى بالعنصرية أعود معك مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما وقع الخلاف بين غلام من المهاجرين وآخر من الأنصار فنادى منادى من المهاجرين يا إلى المهاجرين ونادى منادى من الأنصار يا دا الأنصار لماذا غضب النبي غضبا شديدا وقال دعوها فإنها منتنة استعمل تعبير النتان هنا ثم بعد ذلك بحسب الرواية تقول ما رؤية أشد غضبا من تلك اللحظة هل يمكن أن تفسر لنا هذا في سياق مقصد الإسلام من الحرب على العنصرية أو العصبية ونهيه عنها حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم برسالته التي جاء بها جاء ليلقي هذا النوع من الفوارق وهذا النوع من الطبقية جاء ليلغيه تماما يعني فلما تأتي هذه الظاهرة في ظل وجودها عليه الصلاة والسلام وهو يعمل جاهدا ليل نهار لمجاهدة الباطل ولمجاهدة الشرور في النفس البشرية فإذا صدرت هذه الأمور من أصحابه عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم فإن ذلك له دلالات خطيرة جدا فيما يستقبل بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك دائما ما كان يقول وأنا بين أظهركم وأنا بين أظهركم فبالتالي سنلاحظ بأن ما حدث هو مناقضة لأصل عظيم جدا في الشريع الإسلامي وهو أصل الإخاء نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى مدينة عليه الصلاة والسلام مدينة النورة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين والأصار فجعل مقصد الإخاء المقصد الأساس الذي تتفرع عنه في نهاية المطاف سنلاحظ على أن هذا المقصد مقصد الأخوة هو الذي ستتفرع عنه سياسيا مقصد الشورى لأن مقصد الشورى والإخاء مبني أصل على أن المؤمنين متكافئين متساوين هم شيء واحد لا تفاوت بينهم لا اختلاف بينهم لا عنصرية بينهم لا عصرية بينهم وبالتالي لما تبدر بوادر على الأقل العنصرية هنا تخل بالأصل الإيماني وتخل بأصل الإخاء وستخل في نهاية المطاف بأصل الشورى أيضا لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور أليس التعصب للمتشابه سواء هذا المتشابه كان من ديني أو من قريتي أو من بلادي أو من عائلتي أليس قضية مركوزة في النفس البشرية يعني الآن الإنسان يتعصب لأخيه في كل الأحوال فأليس هذا نوع من مركوز في النفس البشرية فكيف إذن يكون مبغوضا ومحاربا إذا ما كان هو داخلا في تشكيل النفس البشرية هو الشريعة تهزب قضايا الفطرة ولا تلغيها تهزب قضايا الفطرة توجهها توجهها يعني مثلا قضايا الفطرية نادرا في الشريعة ما يؤمر بها نادرا قضايا المغروسة في النفس يعني مثلا قضايا المغروسة في النفس الإنسان يحب المال يحب الجاه يحب السلطة أشياء يحبها محبوبة للنفس لا تجد في الشريعة مثلا حظ على أن يذهب الإنسان إلى الحياة ستكابل أنت زاهب تحرص الشريعة أن تبين لك مخاطر الخوم والاندماج في الدنيا بحيث تنسى الآخرة تحذرك الشريعة من السعي إلى السلطة بطريق غير مشروع لماذا؟ مغروس فيك أصلا حب السلطة وبالتالي الشريعة الإسلامية هنا جاءت لا لتلقي هذه الحالة الفطرية حالة الحب ولكن جاءت لتقول لك عليك ألا تذهب في نصرة أخيك ظالما أو مظلوما بالمعنى الجاهلين بل غيرت المسار والوجهة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بالمفهوم الإسلامي كيف أنصره؟ قال أن تنصره إن كان مظلوما بالنصر المعروف وأن تحمله على الحق إن كان ظالما هنا تجد الفرق ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامل بالقصد شهداء للناس ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لاحظ كيف أن هذه الحالة الفطرية الحساسة جدا أن يكون إنسان شاهدا على نفسه شاهدا على والديه شاهدا على الأقربين وفي موطن يتطلب فيه نصرته هنا طبعا مستوى إيماني كبير جدا ولا يمكن أن يؤتى هذه المنزلة إلا من فتح الله تبارك وتعالى عليه بالعلم والإيمان والورع والتقوى والزهد ولكن مسألة خطيرة جدا فالشاهد من ذلك أن أضايا الفطرة تهزب وتوضع لها الحدود ويبين فيها الحقوق حتى لا يتم تجاوز الحقوق وتجاوز الحدود قضية العنصرية تسربت إلى المجتمعات الإسلامية بشكل كبير نريد أن نبحث معك بعد الفصل كيف يستقم أن يكون الإنسان مسلما قائما بالشعائر آتيا إياها ثم بعد ذلك يكون عنصريا على أخيه المسلم نذهب إلى الفصل نستكمل ما تبقى من عمري هذه الحلقة بعد فاصل أخير اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم وصلنا في حديثنا إلى الكيفية التي تسربت لها ظاهرات العنصرية إلى المجتمعات المسلمة وأثرها على نسيج الإسلام والأمة المسلمة حديثنا مع الدكتور حسن سلمان دكتور يعني كيف نحن نعيش في هذا الزمان ونسمع الأخبار ونشاهد التلفاز ونعايش الناس في الشوارع يعني العنصرية تفشت بين المسلمين بشكل غير مسبوق في تاريخ الإسلام كله كيف يستقيم أن يكون الإنسان مسلما وعنصريا في الوقت ذاته هل من تفسير لهذه الظاهرة مسألة أن يكون الإنسان مسلما وعنصريا أشبه ما يكون أن يكون مسلما وسارقا مسلما وزانيا مسلما وهي واحدة من الإشكالات حقيقة التي هي في نهاية المطاف نوع من التناقض ما بين التبني الزعم والدعوة وما بين الممارسة والسلوك المسلم الحقيقي هو الذي يتوافق ظاهره مع باطنه فيكون في مستويات ثلاث الحد الأدنى فيه مستوى أصل الإسلام الذي يكتفي فيه بالواجبات وينتفي عن المحرمات هذا الحد الأدنى الذي يسمى صاحبه تقيا الحد الأكمل من ذلك هو الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات ويكون سباقا إلى الخيرات إذا تخلى عن هاتين المرتبتين فإنه يتراجع إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظالم لنفسه وهذا النوع من البشر الذين يتناقضون يكون مسلما وعنصريا مسلما وسارقا مسلما وناقضا للعهود مسلما وكذابا فإنه يكون مؤمنا بإيمانه اللي هو أصل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وفاسقا بكبيرته أو فاسقا بفعله الذي فعله فيجمع عموم ما بين هذا وذاك ولكنه على خطر عظيم هذا النوع الثالث الذي هو ظالم لنفسه مع أنه يدخل تحت دائرة الإسلام فهو مع عموم المسلمين لا يكفر كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة ولكنه هذا على الأقل سيعكس سلوكا خاطئا وتصورا خاطئا عن مسمى الإسلام ويدخل تحت قبله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالإسلام جاء ليكون الإنسان متطابقا ما بين تصوراته وعقائده وأفعاله وأقواله ينسجم على الأقل الإنسان مع ذاته ويكون هنا صادقا اللحظة التي يخرج فيها عن هذا المستوى فإنه يسمى كاذبا لأنه ليس متوافق مع نفسه وهذا عدم التوافق حقيقي يوجد اضطرابات كبيرة جدا في النفس قبل الآخرين ستجد أن الإنسان العنصري غير منسج مع نفسه وتجد دائما يعيش حالة من الصراع الداخلي بين العقائد التي يحملها العقائد القائمة على المساواة يعني لو لاحظت الآن في قضية الصلاة مثلا تكرر سنة مفهوم المساواة الحج يكرر سنة مفهوم المساواة الصوم يكرر سنة مفهوم المساواة كثير من القيم التي نحن ذاهبون إلى تطبيقها في الحياة تكرر سنة مفهوم المساواة الإنسانية كيف بك وأنت تفعل كل ذلك ثم تمارس بعد ذلك وأنت خارج من المسجد تمارس العنصرية بما يؤدي إلى تناقض هائل ما بين ما كنت عليه من شعائر وما تمارسه من معاملات فعلى كل إن هذا تناقض على كل كبير جدا ولكنه كما ذكرت لك يجمع الإنسان أحيانا ما بين المعصيتي هو الطاعة والمطلوب منه هو ضرورة التنبيه على مخاطر هذا الموع من السلوك الذي أحيانا كثيرا بعض العلماء سماها النفاق الاجتماعي بمعنى الإنسان تجده في سلوكه الاجتماعي متناقض تماما مع تصوراته العقائدية في سلوكه الاجتماعي متناقض تماما مع الشعائر التي يقوم بها ففي نهاية المطاف يصل به الأمر إلى أنه في حياته الاجتماعية يشكل ظاهرة النفاق متناقض ما بين التصورات والشعائر وما بين السلوك العمل الذي يخرج فيه إلى الناس كيف تسربت العنصرية إلى المجتمعات المسلمة وهل لذلك علاقة بغياب الإسلام عن مسرح الحياة وغيابه عن ساحة وعيهم حقيقة لو رجعنا إلى خلفية ما يمكن أن نسميه بالعنصرية أو بالعصبية أو سميت في التاريخ الإسلامي الشعوبية ستلاحظ أن مدخلها كان سياسيا ولم يكن مدخل آخر في هداية كان مدخل مدخل سياسي وهو لو أردنا أن نقول عمليا ظهور هذه الحالة ظهرت بعد أن انتشر الإسلام ودخل أعداد كبيرة من الشعوب وبلدان مختلفة دخل الفرص ودخل غيرهم كذلك في دين الله سبحانه وتعالى وكان العرب العصبة الأساسية في سلطة الدولة وخاصة دولة الأموية لم يكن هناك مشكلة مثلا في عهد النبوي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك مشكلة في عهد الخلفاء الأربع لم تكن هناك إشكالية لكن ظهرت ما يسميه ابن خلدون في العهد الأموي ظهرت الحالة العصبية وهو منطقة دولة القائمة ليس على أساس دولة الناس أو دولة المؤمنين بقدر ما حصل نوع من الانحسار ليكون هناك دولة العرب على أقل على مستوى السلطة السياسية هنا نشأت انحصار السلطة السياسية على مستوى انحصار الدولة على مستوى السلطة على الأقل في أيدي العرب والصراع ما بين القيسيين واليمنيين في داخل نفس الحالة الأموية أدى شعور المكونات الأخرى بأنها غير موجودة في هذه وخصوصا الفرس وهم يعني مع أننا حقيقة لو أردنا أن ندرس بدقة هذه الظاهرة سنلاحظ أيضا لها دوافع أخرى لكن دعني الآن أركز على البعد السياسي فيها وإلا لما حلت المشكلة السياسية في العصر العباسي لم تنتهي الحالة الشعوبية مثلا فهناك أيضا في إشكالات أخرى على كل من باب الإنصاف يعني ليست الحالة فقط حالة الأموية لا لكن أريد أن أقول بدايتها كانت سياسية إنه على الأقل حصار السلطة السياسية تراجع مفهوم الشورى احتكار السلطة على مستوى نتمس منك المعذرة دكتور يعني حتى نوضح نحن ربما لا يكون هذا موضوعنا لكنه مرتبط يعني لماذا يكونوا سياسيا وليس ناشئا عن حالة تعصبية مثلا يعني هذه الحالة الشعوبية النافرة من العرب أو الكارها للعرب لم تنتهي بالعباسية برغم أن الفرس كادوا يسيطرون على الدولة العباسية بل ربما سيطروا على مفاصلها ومع ذلك لم تنتهي الحالة الشعوبية أو الحالة العنصرية اتجاه العرب ألا يدل هذا على أن الأمر هو مرتبط بمسألة نعرى أكثر مما هي مسألة سياسية؟ هي بلا شك يعني أنا لم أنف فيها لم أنف أنه يكون هذا العامل على العوامل النفسية سقوط الدولة الفارسية على الأقل أبعاد نفسية لهذا السقوط وما ترتبت عليه ظاهرة الزندق بشكل عام هذه كلها أسباب على كل تساعد لكن أريد أن أقول لو أن الدولة الإسلامية اتجهت منذ بدايتها إلى مفهوم دولة الناس أو دولة المؤمنين الجامعة لكلهم الممارسة للشوعة التي تبرس فيها قضية السلطة بشكل طبيعي جدا ينتخب فيه الناس على الأقل أمراءهم ورؤساءهم ويشارك الجميع بحسب الكفاءة والأمانة اعتقد النفس العصبوي هذا ونفس الشعوب ربما لا لقل بعض الشيء لكن الذي حصل لأن هناك حالة تشكلت حالة نفسية وحالة ثقافية وشعور بمحاولة رمي العرب على الأقل عن قوس واحدة من المكونات الأخرى لما جاءت الدولة العباسية بدلا أن يقل هذا الشعور تنامى وربما أيضا هنا يلبى السواب السياسي يعني حتى عندما تأتي الحالة العباسية اعتقد أيضا الحالة ستكون جانبها السياسي حاضر بمعنى تصوير العرب تصويرا سيئا حتى لا يبدأ مرة أخرى العودة إلى نمط السلطة السياسية فليست معزولة يعني حتى في المرحلة الثانية أيضا ليست معزولة ثم تطور الأمر بعد ذلك ظل على الأقل المسلمون يتفاعلون يعني هنا يمكن بعض العلماء ينبهون إلى أن الحالة التي نشأت مثلا في العهد الأموي لم تكن كما هي عليه في فترات متأخرة كما نحن عليه الآن مثلا لماذا؟ لأن الدولة في ذلك الوقت لم تكن قابضة ومشكلة للوجدان والعقل والمسيرة الإنسانية كلها لمنهم تحت مكونات كانت هناك مساحات واسعة جدا مثلا للمنظمات الأهلية والمجتمع بشكل عام فالفترات اللاحقة لها الوضع اختلف كما نحن عليه الآن مثلا لكن الشيء الذي أريد أن أقول ظلت المكونات كلها في الدولة الإسلامية تتفاعل لم تكن هناك مش نعم قد تتقدم فئة وتتراجع فئة ولكن لم يكن هناك حالة حادة بحيث يحصل نوع من الاحتراب العربي الفارسي الكردي التركي لا ظلت على الأقل الدولة الإسلامية يضع فيها عنصر ويتقدم فيها عنصر آخر دون أن يكون هناك على الأقل فواصل وجزر متقطعة وشعور على الأقل بحالة لعناء جئنا بعد ذلك في الفترات المتأخرة للدولة الإسلامية وخاصة في الدولة العثمانية وهنا دخل عامل خارج على الحالة يعني لو جئنا الأمويين العباسيين أتراقيرها السلاجقة كلها كانت تفاعلات داخلية ويمكن إلى حد كبير تحسب بأنها على الأقل تراجع وتقدم في الفهم الإسلام لكن دخل بعد ربما في نهايات القرن الثامن عشر وبداية القرن الثانس عشر وإلى يومنا هذا دخل عنصر آخر عن مشهد وهو محاولة الحملات الصليبية على المنطقة والاستفادة من كل تناقضات استفادة من التناقضات الطائفية لاستفادة من التناقضات أو ما يمكن التنوع على الأقل القومي التنوع الشعوبي فدخلت علينا على الأقل فترة من الفترات رفعت فيها الفكرة القومية مثلا فصورت الخلافة بأنها مثلا حالة عثمانية أو حالة تركيا وبرزت حالة القومين العرب هم من تولوا هذا العمل نعم فجاءت ردة الفعل من مقابل الطورانية مثلا نشأت الحالة القومية العربية وللأسف الشديد هذه كانت مصاحبة طبعا مع الحالة القومية والمدى القومي في أوروبا نعم وبخلاف الحالة التي كان السائد عندنا يعني مثلا عندنا لم يكن يوم من الأيام منطقة الدولة القومية هو السائد في المنطقة الإسلامية معذرة دكتور بقي معي دقيقة ونصف أريد أن أسألك عن هذه العنصرية المتفشية بين المسلمين الأثر الذي يمكن أن تتركه على النسيج الإسلامي وعلى الأمة المسلمة من حيث وحدتها من حيث تماسكها تألفها والله أنا لا أجد أجمع من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الحالة العنصرية التي ذكرت في نهاية حديثي في السؤال الماضي التي استغلها العدوان الخارج على الأمة في تفتيت وحدتها وتفتيت تماسكها وتفتيت وحدة بلدانها أنا في تقديري هذه الحالة لا يمكن بأي حال من أحوال الخروج منها إلا بقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرؤوا وبقول الله بأن الكفار جميعا يرموننا عن قوس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداع عليكم الأمم كما تداع الأكل في الأقصى والحل إلا تفعلوه أي إن لم توالوا بعضكم البعض وتناصروا بعضكم البعض وتتجاوز منطق الجاهلية القومية والجاهلية الشعوبية والجاهلية العصبية الطائفية لا يمكن أن يكون هناك استقرار في الأرض بل سيكون الفساد هو الأعم فنحن هنا حقيقة علينا أن نستفيد تماما من أن هذه التناقضات التي يحدث أو هذه التنوعات التي يجعل منها العدو الخاري تناقضات قير محتملة أو قير قابلة للتعايش علينا أن ندرك بأن أمتنا عبر تاريخها ظلت تعيش هذا التنوع وكان فيه مثلا الكرد يتقدمون أحيانا الترك يتقدمون أحيانا العرب يتقدمون أحيانا الفرس يتقدمون في أحيان كثيرة وبالتالي الشعور بأن والله هذا التنوع هو مصدر إشكالاتنا ليس صحيحا لقد جمع الإسلام ما بين العرب وما بين الفرس وما بين الروم وما بين المقربنات المختلفة وبالتالي أنا في تقديري نحن بحاجة إلى إعادة تصورات وفلتر على الأقل ما يمكن أن نسميه المفاهيم التي نحملها عن ذاتنا أولا وكذلك إدراك المخاطر التي تتهددنا من الخارج وكيف أن هذا الخارج يستثمر حقيقة في الطائفية ويستثمر في القبلية ويستثمر في الشعوبية وجعل مننا الآن ظاهرة الأوطان المصنوعة هذه الدولة القطرية التي أراد أن يجعل منها سجون على الأقل لشعوبنا وأردنا نحن أن نجعلها أوثانا جديدة تعبد من شؤون الله سبحانه وتعالى هنا على كل يكون الخطر وبالتالي المخرج منها إن شاء الله هو واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق للحديث بقية لكن الوقت أدركنا ليس الآن في حلقة مقبلة أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مشاهدين كرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهاية هدفية المكرم الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إيرتريا شكرا لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر